سلام عليكم كده يلي اللي بس عليكم كل شي مزيان كنتمنى ام الله تكونوا كاملين باخدوا على خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله غدي نتقسم معكم هاد القراش الهدو بلديين آآ بالزرارع نسمين بالزرارع كي يجيوا اكثر من الضائعين كي يجيوا قطنيين وخفيف بزف جهوة منهم المهم ما نطورش عليكم غنخليكم مع المقادير وطريقة تحضير وفرجة ممسعة بسم الله على بركة الله عدنا هنا يا حمسمائة جرام ديال الدقيق الابيض نوعية جيدة مغربل ضروري نغربلوه غدي ندير واحد البيضة هنضيف عليه واحد البيضة وغدي نضيف واحد ثمانين جرام ديال السكر سيني دا غدي نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال ديال يانسون او حبس حلاوة وغدا نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الزنجلان او السمسم يكون منقي غدي نضيف الملح حسب الضوق وغدا نضيف واحد الملعقة كبيرة ديال الخميرة المعجونة ديال الجو بارد غدي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الماء الزهر وغدي نجمع هاد الخالط هادا بالحليب دافي مهم انا هزت لي هاد القياس هادا خمسمائة جرام مع هاد السوائل يعني ديال المزهر ديك جوج معالق مع ديك البيضاء اه الكاس ديال العنباء اونس ديال الحليب يكون دافي دب الجو بارد ضروري نضيفوا الحليب باش يخمروا لينا منديروه منديروش الحليب بارد المهم بالنسبة للحليب كم قا نضيف بشوية بشوية حسا نشوف اه نحصل على القوام اللي بغيت ما تضيفوش الحليب دفعة واحدة المهم سما كتضيفوه بشوية يعني كتخلطو في العاجين حتى كتحصلو على ذاق القوام اللي بغيتو باش منديروش الحليب كله يتولي اه ترخف لكم بزاف اه وخسكم تبقو تعودو تزيدو في الضقيق باش باش تجمع لكم مهم اتمنى الشرح يكون 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 واضح مهم ديروه نفس الطريقة اللي كندير اهنا انا ما حاولت ما مزربش الفيديو في هاد المرحلة هادي باش كل شي يكون واضح وان شاء الله ينجحوا معاكم حيث الزفة اللي ما كينجحوش معاهم هاد هاد القراشل او القرس اه بلديين راهم ساهلين يعني غير خاصتكم المقدير تديروهم مضبوطين وما تحاولوش نزيدوش حاجة من راسكم كم ما شو هدا هو القوام اللي اللي حصلت عليه خاصتكم مرخوفة كما شفتو ضروري باش يجيونا خفاف ويجيونا يجيونا قطنيين صافي من اللي كملت دك الحليب اللي عندي دخلته كامل في في العجين ضفت واحد ستين جرام ديل الزبدة ديل بواطة درسانية تكون بحرارة المطبخ سافيه اوك نحاول ندخلها. من زيان في العجين. سافيهو العجين اه كنديرها اتخمر. ضروري نديروها في شي ما كان يكون دافي. انا غطيتها بذكال البلاستيك باحيت الجو بارد كيف ما قلت لكم. يعني ضروري نضيفها مزيان. انا كندير هالطريقة دي كندير البلاستيك عادة بش كنصد عليها. والبلاستيك يكون نقي يعني يكون بلاستيك هدائي. سا فيه ونحطه في شي ما كان يكون دافي حتى تخمر مزيان خاصة تخمر مزيان مزيان. ضروري حتى يضعف الحجم ديالها. خلي وانا راح يكن مزروبة عليها صراحة ما خليتش تخمر يعني من مية في المية. يعني يعني نقولو خمرات كما قد لكم انا مخليتش خمرات بزاف ولكنتو ممدلوش بحالينا غير حيث كنت مزروبة. بكش يعني تطريت يعني تفرض عليها انني يعني نخدم هادا ديك الساعة ما نخليهاش تتخمر. طفي كننقسمها كنخرج من هذا الهواء. او كنستعن بشوية ديال الطقيق الابيض لان العجين خفيف بزاف وكيتلصق بالليدين. ضروري حسنا نعونو شوية غير بالطقيق غير رشا خفيفة. كما شو ما تحاولوا ما تدخلوش لهذا بالطقيق بزاف يعني غير الجهد اللي ما تبقاش تلصق لكم. سوف يمكن شكل هم هاك يا كويرات. انا درت سبعة اللي خرجت لي سبعة هاد الكمية هادي ديال 500 جرام خرجت لي سبعة ديال ديال القريسات صرحة كبار يعني معقولين ماشي صغار ولا بغيتو تديرو صغر تديرو صغر تديرو صغر تتعطيكم كمية كثيرة بالنسبة اللي عنده الوليدات وهذا بغى كمية كثيرة. انا تقدر سعطيكم 14 يعني قريسها. كل الحب اقسموها على جوجه هكا. انا اعطوني سبعة ونسومها بالنسبة اللي عنده الوليدات. بحلقة بغيتو تديروهم اليوم المدراسة ولا هذي. ديرو صغر من هاد الحجم اللي يدرس انا لان هادو فعلا راهم قبار. را كيجوا بحل خبيزيز. صافي من اللي كنكملهم كم ده هكا ينقرس فيهم. طرور ينقرسهم غادي نخلي فسوم كديالهم تقريبا واحد سانتيم. حيتي لاخليتوهم خمروهم مزيان وعطيتوهم حق في في الخميرة المرة الثانية المرة اللولة والمرة الثانية راكي يجيوا في الفنين. المهم حتى كننقرسهم كاملين بنفس الطريقة كنسعن شوية ديال الدقيق الابيض كما يدلكم نعجينا مرخوفة باش ما تلسقش ليا صافي. وعندي هنا يا هاد اللاطة هادي. آآ صراحة ما تصفرش عندي ورقة طاهي. آآ تريس انني ندهانا غير بزيت نباتية ورشيته بشوية ديال الدقيق. ضروري الدقيق الابيض باش ما يلسقوش لنا هاد القريساس هادو. وهنا كما كتشوفوا معايا راني كندهن في آآ في الوجهة ديال هاد القريساس بآآ 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 ديال البيضة مع واحد ملعقة صغيرة ديال اللماء. آآ كاعدة واحد لون خاطة يرح الصراحة حسن من نس كافي. مهم ليكي فضل نس كافي ديرها. ما كدجيش نهائيا زفورية ديال البيض. وكنزينهم بالجنجلان. بالنسبة انا لهاد الكمية اللي عندي انا. سبعات ديال القريساس حيث كبار رقدوني جوج ديال اصفر البيض. بيضات صغار. دابا غدي نخليهم يخمروا. هادي آآ غدي نحطهم في واحد المكان آآ يكون دافي ونخليهم حتى يخمروا. دروري خليهم يخمروا مزيان البناس هذه النقطة كنأكد على باش يجيكم زوينين المرة اللولة والمرة الثانية. صح في من اللي يخمروا المرة الثانية. الفران دروري خص يكون سخون مزيان البناس مزيان. شا عندي فران ديال قاس شاعلت علي غير من تحت النار كتكون متوسطة. باش يطيبوا على خاطرهم. كان ده خلاطة. حتى كيبانوا لي سافرات نفخو الحمرية بس كتلع من شناب. عاد باش كنهبطهم من تحت باش كي ياخدو هاد اللون هادا. وضروري ما نقابلوهم باش ما يتحرقوش لينا. آآ لي طيب من هاد جهة نعودو ندورها من هاد جهة. مو يمكن بقى ندورو فيهم حتى كي ياخدو هاد اللون مو واحد. آآ في الطياب. آآ كيبان لكم النار تكون متوسطة. وخصة. بعجينة تكون مرخوفة. هدو ما النوقات اللي نقدر نقول لكم آآآ ويحمروا. المرة اللولة والمرة الثانية. فرنا النار تكون متوسطة. وبالصحة والراحة. كنتمنى هاد لفيديو. كنتمنى هاد لفيديو دي اليوم ما اينال احجابكم ويلا عجبكم. كنقول لكم ما تنسوش عنكم سبارتاجي ومع الاهل والاحباب. كنقول لكم مع فيديو جديد بإذن الله مع السلامة.